الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم باراكور ديليكاسيون اليوم شاء الله رحمة الرحيم غد نعمل معكم هاد الوستيلي هو أمامكم لكي يجيب هاد الوقت هادي ديال الإكس بليبول ديال جوصفوف واللي نتمنى أن نوين لإعجابكم قبل ما نبدأ وكنتمنى من الناس اللي تحقوا بينا الأول مرة باش يدعمونا بالاشتراك في القناة ويفعلوا زي الجرس باش يتوصلوا بكل ما هو جديد ومشيون تعرفوا عن المكونات المكونات لغنين اعتمدوها في حلقة اليوم فغدي تكون كالتالي هتخصنا خمسين سنتيم في اثنان زائد ستين سنتيم في اثنان زائد ثلاثين سنتيم من خيط النيلون لو الأسود خمسين سنتيم في اثنان من خيط النيلون لو الأصفر كراس الذهب من حجم اثنان ميليمتر عقيق من حجم خمسة ميليمتر لو الأسود وغدي تخصنا كذلك مقص مسترا وبريكي بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ القطعة الخيط من خمسين سنتيم في اثنان وكان ملقوها بقرات الذهب بحيث كان وضع عشر القرات في كل طرف كأول خطوة في هذه المرحلة اذا فبعد ما قمنا بتستبيط الخيط اللي ملقناهم مسبقا بقرات الذهب نأخذ القطعة الأولى من 60 سنتيم الخيط الأسود نضع هذا ثم نباشر عمليات العقد على طريقة المكرمي نضع الزوج للعقد في الأول ثم نأخذ القطعة الأولى من الخيط الأسفر نضع هذا و نستمر بنفس الطريقة بحيث نضيف الزوج العقد الأسفر ثم نزل الخيوط الصفراء اللي كتجي في واحد اتجاه مواكس كيفما كتشاهدوا معنا باش قتعطينا واحد الشكل على شكل الاكس قنستمر بنفس الطريقة رجع الخيوط الصفراء الوراء قنضيفه الزوج ديال العقد اخرين ثم نزل الخيوط بنفس الطريقة وهكذا يعني فالعملية بسيطة وواضحة كيفما كتشاهدوا معنا نسبة للناس اللي كيشاهدون الاول مرة فانا غدي نخلي لكم الطريقة ديال هاد العملية اللي هي الطريقة المكرامي حيث غدي تلقاوها اسفل الفيديو في خانة الوصف ويمكن لكم تشاهدون خلال الرابط اللي غدي يظهر لكم الان في اعلى الشاشة باش تشاهدوها بتفصيل اذا فاحنا الان تقريبا على شكل انتهاء من هذا الطرف فبعد ما كنكمل 5.5 سنتيم كنتاقلو الطرف الاخر وكنعيدو نفس العملية اذا فبعد ما انتهينا من المرحلة الاولى نقوم الان بازالة بقاع الخيط ثم غدي نتاقلو للمرحلة النهائية بس نتمو العملية الآن غدي نقوم بجمع طرفين بطريقة المعتادة بحيث قلقي الطرف الاول بطرف الثاني ثم كنناخدو القطع دي لتلاتين سنتيم الخيط كننضعو بتشكل هذا ثم كنباشرو عملية العقد بنفس طريقة اللي هي طريقة ماكرامي دانا كنعملو قرابة تمانية او عشر دي العقد نسبة لها الطريقة دي كيف ما قلت في السابق فغدي تلقاوها في خانة الوصفة اسفل الفيديو نسبة الناس اللي يشاهدونا الاول مرة باش تشاهدوها بتفصيل الآن غدي نزول بقاع الخيط ثم غدي نخلق واحد توازن ما بين الطرفين ثم غدي نختموها دي العملية هدي بتركيب زوز دي العقيقات في الاطراف دانا كنركبوا عقيقة في كل طرف نحرصوا على انهم يكونوا في مستوى واحد ثم كنعملو واحد زوز دي العقد على طريقة سيرقون نعملو عقدة في كل طرف وكنزولو بقاعي الخيط اذا اعزائي المشاهدين فهذا هو الشكل النهائي دي الابراسلي دي بعد ما تميناهم اللي كي جي ورائين في شكل ديالهم كيف ما كتشاهدو معنا بجو الصفوف ديال اللي يبول بالالوان فاحنا اعتمنا على اللون الاسود اللي عملناه كلون اساسي وادمجنا مع هاد الالوان وبالتالي كنحصل على لوحد نتيجة رائعة في النهاية كيف ما كتشاهدو معنا فكنتمنى ان هاد العمل هنا لاعجابكم وكنتمنى انكم ما تبخلوش عادينا بلايك طبعا الى عجبكم هذا العمل والان ما بقى لي الا نوداكم على امل اللقاء بكم ففرصة قادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته